السوشيال ميديا وجرائم السوشيال ميديا عرض مستمر يمكن عملية نصب جديدة وسنال متواصلة بشكل مختلف لجرائم السوشيال ميديا وجرائم النصب الالكتروني على الرواب السوشيال ميديا من الناس المواطنين اللي غرر بهم ببساطة تحيانوا عملية نصب المرة دي وقمتها مليار جنيه مليار جنيه يعني ألف مليون جنيه قدرت المتهمين ان هما يحصلوا عليهم من عدد ضحايا تجاوز أو تقريبا حوالي ألفين ضحايا ألفين ضحايا ومليار جنيه لقصة هابدون وراها قصة كبيرة جدا قضية النصب الكبيرة دي فجرها الناس نفسهم رواب السوشيال ميديا بطلتها بلوجر شهيرة تم اتهمها منها استولت على حوالي مليار جنيه من حوالي ألفين ضحايا من تجار الملابس بأحد البرندات العالمية على صفحة عن الموضي القضية بدأت ببساطة لما مجموعة من الفتاة راحوا اتهموا بلوجر اسمها سلمة الغزولي وأخوها اسم محمد وواحدة ثالثة اتهموها اسمها خلود ودي صاحبة شركة شحن اتهموهم هما الثلاثة بالنصب عليهم في مبلغ مالي قدره عشر مليون جنيه بعد ما قالت لهم ان هي بتعمل في مجال الملابس الخاصة بمركت شيئين العالمية عن طريق اعلانات روجت لها على صفحات ناس بلوجر شهيرة جدا في مصر عشان تاخذ من مصدقيتهم وشعبيتهم وانتشرهم بين الناس وقالت ان هي هتديهم خصومات على ملابس من كل المنتجات وينطريق ان هي تحويل الاموال من خلال بودة كونكاش ولا تحويلات البنكية ولا ان يستبعها ولا غير البنات دي حكوا القصة دي وراحوا محرروا محاضر في اسم شرطة اشمون في محافظة المنوفية وبلغوا في مبحث الاموال العامة واتهموا هذه الفتاة البلوجر الشهيرة المعروفة بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك وانستجرام وقالت ان هو كان بيتم عملية النصب من خلال صفحتها ويتم بتدعي ان يشتغل في مجال الملابس ومنتجات شي انت وان عندها القدرة عشان تعمل خصومات كبيرة جدا من خلال كبونات خاص مباشر وده يخلى الناس تسطيها ويتواصلوا معها ويطلبوا المنتجات وبالتأكيد يصفعوا كل هذه الاموال الطائرة الاجهزة الامنية القت القبض على البلوجر سلمة الغزوئي واخوها محمد في احد الاكمنة اللي كانت معذة سلفا بعد هذه البلغات في محظف القاهرة بعد ما كترت البلغات قوي ضدهم وضد صاحبة البراند او صاحبة شركة الشحن اسمها خلود الصاوي وتم اتهمهم بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النص عليهم والاستيلاء على اموالهم وبالفعل تم ترحيل سلمة الغزوئي واخوها لمحافظة المنوفية عشان البلغات الكتير جدا المتقدمة في مركز شرطة اشمون وبالفعل تم التحقيق معاها وامرت النيابة بحفظهم على زم التحيات طلبت كمان النيابة تحرييات مباحث الاموال العامة والمباحث الجنائية حوالي الوقع راههم اسرار البلوجر واخوها على انهم ما نصبوش على حد انا مش عارف مليار جنيه والفين ضحاية وتقولوا ما نصبوش انا ما شفتش صراحة الرجاح قد كده المحامية نهو الجندي اللي شغالها في الدفاع عن عدد كبير من الضحايا قالت انها عندها 13 فتاة من اجمالي ألف ضحية تواصلوا معها ضمن الضحايا سلمة الغزولي وقلبوا انها الدفع عنهم بعدما اشترت المتهمة صفحة عليها عدد كبير من الناس المتابعين راح تشوى عملت نص بدمدة جدا راح تشتلت صفحة بمحتوى عشان تاخد الناس اللي على هذه الصفحة واستغلت صفحات ناس بلوجر كتير جدا مشهورين في مصر عشان تعلن عن منتجاتها عبر مواقع التعاصل الاجتماعي اللي موجودة على مبالغتنا كلنا وقالت المحامية ان المبالغ اللي دفعها موكليها لسلمة الغزولي تجاوزت العشرة مليون جنيه من اصل المليار اللي احنا عمنا عليهم واللي دفعها الضحايا وقالت ان عندها ناس كتير جدا في الدول العربية بيتكلم دلوقتي في مصر ده ده لسه كمان الموضوع كبير اوي وموجود في بعض الدول العربية اللي هوا برضو هتتولد دفاع عنهم خلال الفترة اللي جاية وقالت ان تم القبض على سلمة واخوها بتهمت النصب على الفتيات وحين ان خلود الصاوي هربانا وهي صاحبة شركة الوسيط اللي موجودة خارج البلد واحدة من الضحايا اول حرف من اسمها سين بتقول ان البلوجر استولت منها على 4 مليون جنيه بعد ما طلبت منها استرار حاوية ملابس لكن بعد ما خدت الفلوس اختفت تماما بعد ما خدت الفلوس منها ومن الناس التانيين وقفلت كل صفحتها وقفلت خطوط التليفونات ولما تواصلت مع خلود الصاوي وسيط شركة الشح انكرت اي صلة لها بيها وقالت انا مليش دعوة اخبطوا راسكم في الحيطة وكده عرفنا ان كل الموضوع انتهى واللي هرب هرب بعد ما البلغات كترت طبعا عرفنا ان مدرية الامن عبضت عليها واتحقق فيها معها وهي واخوها ولكن حتى الان ما زالت القضية مستمرة طبعا لازم نتعلم درس من القضية دي بس هنتعلم ازاي طالما فيه طماع وطالما هيبقى موجود دايما نصا طبعا دي لا هي القضية الاولى ولا هتكون القضية الاخيرة ليه؟ عشان طول ما فيه طماع هيبقى فيه مصة القضية دي بتفكرنا القضية تانية اللي كنت تكون مرة عليها حوالي سنة دي كانت البلوجر شهيرة تسمها هادير عاطف بلوجر دي برده كانت شغالة في مدالي الازياء وتم القبض عليها هي وجزها وشقيقة جزها بتهمت النصب على المواطنين في تعاملات مالية بعد اتهام هادير وزوجها وشقيقة زوجها بالنصب والاحتيال على 16 شخص وحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة جدا بإهامهم بامتلاك مجموعة من الشركات تعمل في مجال السهرات والعقارات وثداول الأوراق المالية وقالوا لهم ان هم هايستثمروها ويحاولوا مبالغ وأرباح كبيرة جدا حاولوا لفلوس والتحولات المالية على البلوجر زادت جدا وتدفقت بشكل كبير جدا واستولوا على الفلوس وعملوا فرحهم الحمد لله واشتروا فيلا في المونتين دي بملايين جنيهات برغم ان هم قبل ما تدفق عليهم الأموال دو كانت حالتهم صعبة جدا صدمة كبيرة اللي اكتشفها الناس يعني رواد التواصل الاجتماعي اللي بيتابعوا البلوجر دي وجوزها كانت في العملات الرقمية اللي بيمتلكها بلان اللي هو جوزها زوج هدير بلغت كان بها العملات الرقمية 354 مليون دولار تخيلين مبلغ 354 مليون دولار ده خلى الناس كلها في زهول من ضخامة المبلغ رغم بساطة الناس اللي جمعوا المبلغ ده ولما اكتشف أمر البلوجر هدير عاطف وجوزها بدأت الناس تبدأ تشتكي وتبلغ وتعمل المشكلة هنا بقى البلوجر هدير عاطف وجوزها لما حصل الموضوع ده بدأوا يفكروا يخرجوا من الموضوع ده بسدادة هي طريقة فزاة بسيح كلها حيال عشان يهربوا من أطيره جوزها بلان قال كتب بوست وقال لك انه توفى أما أمه بقى هدير في حب التهرة فيها كمان وعملت فيلم كده هندي وعشان فكرة من كده بتغسل يديها من الموضوع وعملت فيديو وتستغيص على السوشيال ميديا ان بنتها تخطفت لكن بعدها سريعا تم الكشف عن القبض على بنتها وجوزها واخت جوزها في هذه القضية الكبرى وقضية النص بالإلكتروني موضايا النصب ليس موجودة في مصر بس موجودة في العالم كله وهيفضل دايما النصب الإلكتروني موجود ولكن بطرق وحية مختلفة ودايما هتأكد عليها طول ما في هناك طماع هيكون موجود دايما نصب أتمنى نتعلم وناخد العبرة من هذه الحوادث